من كم يوم كان فيه خبر حزين هز الأوساط الرياضية في العالم كله وفاة لعب كمال الأجسام من إحدى الدول الأوروبية اللعب ده كان مشهور ومعروف لدى الأوساط الرياضية في كمال الأجسام بحجمه الضخم جدا يا منا المبالغ فيه كمان المحزن أنه هو توفى بسبب المنشطات والهرمونات وكمان الأكل الكتير اللي كان بيأكله بشكل مش طبيعي فيه ناس بتاكل بيبقى هدفها سلوب الحياة يعني في الأكل فيه ناس تقولك العضلات بيتم تنشفها فيه ناس تانية بتقول العضلات بنزل الفاتس من عليها فيه بقى أسلوب للدايت أو أسلوب للأكل للتنشيف مختلف عن التخسيس أو تنزيل الدهون قصة وفاة اللاعب دي وراها نصايح وراها إرشادات مهمة عن خطورة المنشطات الرياضية اللي حنعرفها النهاردة من دكتور حمدي الأمين أستاذ التغذية الرياضية بجامعة حلوان يا دكتور منورنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيكو أهلا وسهلا صباح الفل صباح الخجام يعني إزاي شفت خبر وفاة اللاعب أو أطخم لاعب كمال أجسام في العالم وإحنا كنا متخيلين بقى للشكل الموسيلز وحاجة يعني إنه قد إيه هو بصحة جيدة وواضح جدا إنه هو ده شكل على الفاتس بالزبط يعني كلنا قدر أقوله في الفترة اللي فاتت دي كلها تقررت في آخر 15 و20 سنة الموضوع دوات لاعب كمال أجسام مبتدى من الصنباطي كلاعب كمال أجسام مشهور جدا وكان عايش برة في أمريكا أغلب الفترات ومستر أولمبي وفي نفس الوقت مات فجأة أعراض المنشطات بتبقى كبيرة جدا ومدرة جدا على صحة الفرد بيبقى الغرض منها هي لعبة استعراضية أنا بطلع على المسرح ببين عضلاتي فيها لها كذا مسابقة أنا بطلع كل ما كنت أضخم كل ما كان الموضوع بالنسبة لي أفضل أو أن أنا كده أكسب بس هي مشكلتها اللي ليها أضرار معينة لازم أكون حذر جدا لأن استخدام المنشطات بشتى أنواحها كل نوع ليه أعراضه السيئة جدا فيه أنواع علمية مثلا بيستخدموها لعبة كمال الأجسام الغرض منها الضخامة زي الونسترول زي الدينابول زي التستسترون الحاجات المواد دي بيبقى لها أضرار جي بقى تسبب الصلع بتسبب بتسبب مشاكل فرقة بتعمل مشاكل بتعمل مشاكل جدا في الجهاز الهضمي الجهاز المناعي بيبقى في أقل معدلاته غير المشاكل غير المشاكل اللي هي الققم غير المشاكل اللي تصلوا بالشرايين الحاجات دي كلها بيبقى لعبة كمال أجسام عارف اللي هو كل منشط بياخده أو بالشكل ده بيقدر اللي هو آه بيديني نوع من أنواع الدخامة العضلية بس هو هيدفع مقابل بتاعي دكتور هل الموضوع ده ما فيش عليه أي نوع من أنواع الرقابة أو التوعية حتى المشكلة اللي أغلبية أغلبية 60% من المواد دي هي مواد طبية ممكن تتصرف لمرضى القلب أو لمرضى علاج أمورات تانية زي السرطان أو القلب أو الإرئة المواد بتعمل إيه؟ بتزود السبلاي بتاع الدم مثلا أو وصول الدم للعضلات والأنسجة فتاخد تغذية زيادة يعني بتعمل إيه؟ المواد بترفع ضغط الدم على حسب ما هو الرياضي ده بشكل أو بأخر هو عايز شكله يبقى عمل إزاي؟ يعني مثلا في حاجات زي ناتر كوكسايد ناتر كوكسايد دوت مثلا ده دواء قلب هو الغرض منه اللي هو بيزود الدفع القلبي وبيمدد ناتر كوكسايد دي مادة علمية مادة الفعالة ناتر كوكسايد ده مش هكبتكلم ببتكلمش في أي يعني مادة يعني أو اسم اسم منتج لا ناتر كوكسايد دي مادة علمية ده بيتحطي في الأدوية بتاعت القلب بتعمل نوع من أنواع التمديد التمديد للأوعيات الدموية فبتاخد الدفع القلبي فبيزود البومبنج بتاع المسلز بتاعت فقدر أن أنا أشيل أوزان أكتر هي أصلا معمولة لإيه؟ المرضى للناس اللي عندها نسداد في الشارعين على الأوريت فنحن بدأ أخذها في مواد تانية بتعمل نوع من أنواع زيادة هومونيتي السسترون عند الرجالة وعند السيدات لو هي ابتلعة كمال أكسام فبيحصل تغيرات مثلا ترسيب في الفك شكل رستي الإيد وفي نفس الوقت بيحصل السسترون ده بالتالي بيحصل نوع من أنواع زيادة الكتلة العضلية بس في المقابل هيحصل إيه؟ مشاكل صحي أكتر بكتير من الفايدة أن أنا أخذت شكل وقتي لكام شهر وبعد كده هيروح بس أنا لسه المشاكل مش هو الشكل اللي هيروح هو هيروح كده أنا أخذت إيه من شكل كام شهر وبعد كده هيحصل إيه بعد كده؟ ليه الشباب ما يفكروش ومثلا لو حد عايز يثبت شكل جسمه في الشكل اللي هو المعتاد الطبيعي نزل الدهوم من جسمه ناشف عضلاته ولعب كل التمارين اللي تناشف عضلاته بس ما نوصلش لهذا الحد يعني عشان ديه مسابقة بتبقى للشباب في سن معين حتى لو بلعبوا رياضات سن 15 و 16 و 17 لحد بداية العشرينات يبقى الغارض اللي هو يطلع بقى أحسن شكل معين وبتبقى خلاص يعني ده نوع من أنواع رياضة فبيبدأ عايز يتطور مش بتحترف هذي الرياضة لنفسهم كده ومع ذلك بتلاقيهم بيلجأوا للمنشطات عشان يوصلوا للضخامة معينة بس هي الموضوع خطر جدا خطر جدا وحالات الوفاة سواء في الناس العاديين نسمعش حاجة عنهم حاجة أول مشاهير زي ما حضاك جبت المثل أو زي ما أنا عندي أمثلة كتير بيحصل توقف يعني هو دخل وهو في قيم الراونقه دخل نام ما أمش ما هي هذه الفكرة لها مخاطرها خيالية ومخاطرها ساعات بتبقى غير متوقعة انت مش عارف هي جاية في مناعة ولا جاية في قلب ولا جاية في انسلات شرعين ولا جاية بكانسر لأن احنا كمان المفروض الناس اللي اتخذوا الحاجات دي مين قاله اللي هو ممكن يبقى عنده استعداد هو مش هيجيله كانسر وممكن يجيله استعداد نتيجة اللي هو أخد الهرمون دوت اللي هو يجيله استعداد فيجيله كانسر يعني هي القصة مش إنها فقط بتسبب الوفاة ولكن هو قد يعيش العمر كله بيعاني من أمراض لغاية ما يوصل مرحلة الوفاة يعني مش هتبقى بهدوء وبسلام لا لا خالص لها مخاطر كبيرة جدا وكمان الشباب ما بيش بتتعرف بين المكملات الغذائية والمنشطات الرياضية المكملات الغذائية أنا حاجة رياضي فبعمل مرهود كبير على شكل محترف فانا بحاول إن انا أحط مكملات غذائية كامل أكلي فيه حاجات فيه حدود فيه ناس بتاخد فيتامينز فيه ناس بتاخد بروتين شيك فيه ناس بتاخد مكملات سبليمتز ولازم الحذر ولازم الحذر إن أنا لازم أكون يعني عارف السورس بتاع أو المصدر بتاع المكملات الغذائية دي عشان ما تكونش فيها مخلطة لإن فيه مثلا حالات جدا بتحصل في بعض الرياضيين اللي هو مش واخد غير حاجات مكملات بسيطة ملهاش ضرر لو جاء قال لي نقول له مش مضرة بس هو بياخدها بشكل مش من مصدر معروف فيه يحضر اللي هي بيحطوا عليها شوية منشطتها عشان تعمل تأثير معين في اللي هو يعمل مصل جين أو يعمل شكل عضلي كبير فيه يحصل اللي هو يوقع في مشاكل صحية تانية وفيه لازم يبقى عارفين اللي ده مكمل غذائي وده منشطات المنشطات دي أدوية بتهدف لزياد قطلة العضلية بشكل مفاجئ تمام وبشكل كبير سواء في التنشيف اللي احنا قلنا عليه أو في الضخامة العضلية ده حاجة وده حاجة تنشيف دوت اللي هو بيبدأ ياخد معدل الميا في الجسم لمعدلات خطر طب بالنسبة لمحترفين هذه الألعاب لكمال أجسام وكده هل بيكون فيه إشراف طبي على أطاق مثل هذه المكملات أو حتى لو كان فيه منشطات للأسف بتبقى نصايح من من لعيب للعيب نصايح نصايح يعني أنا جربت ده وتعالى أخده زيه تمام شوفت أنا بقيت عمل إزاي فتجد بصت تلاقي من مؤشراتها تعرف منين اللي احنا بتعرف زهور العروق بشكل كبير الحبوب اللي على الظهر سقوط الشعر النسبة كبيرة جدا العنف المل العنف العصبية إزاي ده تمام كل دي مؤثرات بتحصل تمام مؤثرات بتحصل للناس اللي بتاخد منشطات ما بيحوش حياة هدية هادية أو بيفكر هو دايما فيه حاجات أوفر بتحصل نتيجة تناول المنشطات أضرار زي ما انتم مش متخيلها ممكن أننا عامل كتب في أضرار المنشطات تمام فأنت فيه ولا حلقة ولا اتنين تقعد تذكر عشان أقول كل المشاكل الرهيبة الصحية اللي بتحصل نتيجة المنشطات عشان كده الوادة اللي هي المنظمة المنشطات عاملة شروط قاسية جدا على تناول المنشطات لأن الأضرارها الكبيرة بالرياضين أو غير يعني المشاكل اللي بتحصل لازم تبقى لها عقوبات رضاعة طيب حضرتك بتقول منظمة المنشطات يعني ده شيء أفنم؟ الوادة حضرتك بتشوف إن ده شيء مشرع خلاص علنا ومسموح به تماما ولا هو يعني نحن عالفين إنه أي حد مش منظمة المنشطات منظمة الكشف عن المنشطات اللي هي بتعاقب الرياضيين اللي بيتناولوا متنشطات مش ليها فوائد نعم هي ليها أضرار بس فهي عشان نحافظ على شبابنا ونحافظ على معنى الرياضة بشكل عام ففي منظمات أو فيه جهات معنية بتعمل جوالات تسطفية تمام؟ بتعمل جوالات اللي هي عن أضرارها عن أنواقها ولا بيبقى عاميهم فكرة إنه الباي والتراي والعضلة في الهواء مشكلتها أنت متضغيش تسيطر عليها زي ما قلت لحضرتك اللي هي بتبقى لازم اللي إحنا ننشر نوع الثقافة دوت موجود زي ما حضراتكم تعملوا نوع الثقافة الغذائية اللي هي المنشطات وأضرارها أو اللي إحنا لازم لو هي مكان أو نادي صحي يكون مرموق تمام؟ أو يكون لي مدربين أو مدربين مؤهلين اللي هما يدوا النصائح ويدوا يبقى عندهم نوع من أنواع المعرفة اللي هما يدوها للمتدربين فده هيبقى شيء كويس جدا لكن أنا مشكلتي اللي هي بتبقى الشباب بتدي لبعض معلومات أنا جربت النوع دوت فتعالا جربه زي ده خلاني مثلاً حجمي كبير أو عضلاتي كبير فدوت مشكلة كبيرة جداً فالمشكلة كبيرة دي تجي من نصائح لوحد لوحد ديات بتبقى مش منتهت دقة طبعاً أنا دلوقتي بقى مش عايز أتكلم عن المحترفين لأنه حتى المحترفين عندهم قدر من الاهتمام المفروض يعني والأماكن اللي بيلعبوا فيها أو النوادي اللي بيلعبوا فيها زي ما قلنا المفروض بيكون عندهم متخصصين في كل الأمور دي في النظام التغذية في تناول المنشطات في تناول المكملات الغذائية فده جانب أنا عايز أركز أكتر على الهوالة لأنه نسبة كبيرة من الشباب خلال الفترة الأخيرة اهتموا بدأوا اهتموا بنفسهم وبيروحوا جموا ده شيء جميل جداً ومحمود لكن بيتجهوا بقى إلى مثل هذه الأمور بدون رقابة تماماً وبيبتدوا يجربوا حاجات من زميلهم النظام الغذائي اللي المفروض يتبع هل مثلاً لو هو بياخد جزء من المكملات الغذائية يأكل بشراها ما يهموش مثلاً بعد الثميل زي ما بنسمع يقولك كل كل زي ما أنت عايز تأكل في بعض الأوقات مفيش خالص وهو كمان حتى لو هو عنده معلومة هل تسمعش أصلاً جملة زي دي غير من الأم؟ فعلاً هي معلومة ضكاقة جداً هي الأم بس هي اللي بتقولك كل عشان تكبر دي أو كل بغزارة عشان خلاص لاً بعد التمرين انت فقدت كتير ومحتاج تعوض فمحتاج تاكل كتير دلوقتي لا لا بالعكس أغلبية الشباب اللي في السن دوت هو مشكلتهم اللهم مش عايزين مش عايزين النتائج اللي هي على المدى البعيد. اللي أنا هابدأ أزبط أكلي وأكل أكل صحي. فيبدأ أي جسم يتحسن بعد 6 شهور أو بعد 9 شهور. هيبدأ شكل يتغير. عمتلا الجيم بيبدأ تأسير ويبدأ بعد 3 شهور. هو مش عايز زوزبر. هو عايز يتحول تماما. يقفز. فهو بيتحايل على نتيجة سنتين أو 3 سنين تعب مثلا في الجيم وأكل صحي. اللي هو ياخد منشطات. وده شيء ضر جدا بالصحة. لأنه هو على زي ما أخد الشكل العضلي دوت. هو يعني برضو هيخسره بسرعة. لكن الفكرة اللي هو خسر في المقابل. لكن أنا لو زبطت هو الكالوري التاعتي أو الوجبات الغذائية. وعرفت إن أنا كشخص إن أنا وزني كذا وطولي كذا. فأنا هاخد المفروض إن أنا أخد مثلا 3000 كالوري أو 2500 كالوري أنا هقسمهم إزاي قبل هاكل إيه وبعد هاكل إيه. عشان أحسن performance ويطلع لي نتائج. وهم الفكرة للنظام الغذائي للرياضيين. لازم يكون هو معروف. ولازم يكونوا يدرسوا أو في حد بيقوله. لكن المشكلة هي زي ما أنا قلتها. لكن هما مستعجلين. تعرف الشباب في السن دوت بيبقى مستعجل اللي هو عايز. زي وصل النتائج أو للشكل اللي هو عايزه. فهو بتحصل مشاكل كبيرة جدا. يعني ربنا عافيهم. ولازم يعني واخدين بالهم من الأضرار الرهيبة. بتحصل نتيجة المنشطات. طيب إحنا بنبقى بنسمع إنه زي ما شازلي بيقول. في البعض يقول كل زي ما تاكل. لما الرياضي يخرج عن النظام الغذائي. ده بيأثر على شكل العضلة بتاعته. ده بيأثر فلما بيحب يرجع. حيحتاج ياخد مكملات غذائية. بلاش نقول عنها مناشطات. مكملات غذائية تقدر تعوضه. ولا مسموح إنه يخرج ويدخل. يخرج ويدخل في النظام الغذائي. حاول حضريك. حضريك. مثلا لكل واحد بيبقى محتاج النوع. اللي هي العناصر الغذائية بتاعته. واحد من نشويات بروتين. الحاجات دي كلها. الحاجات دي لازم تبقى محسوبة. فهو بياخد مكملات غذائية في حالة بس اللي هو مش قادر. أو ظروفه الحياتية. اللي هو مش قادر ياخد مثلا من البروتين بتاعه الكفاية بتاعته. فبيضطر اللي هو ياخد دوة من المكملات الغذائية. بس لازم يكون عارف السورس بتاعها وشكلها. لكن طول ما أنا مكافي نفسي من الأكل الصحي. بان أنا باخد اللي أنا عايزه. تمام؟ ومش على اقطاع البطولة. أو على اقطاع الرياضيين المحترفين. يبقى ما فيش مشكلة هو يقدر يأكل الأكل بتاعه من النظام الغذائي المتبع اللي هو المفروض اللي يكون. ما ينفعش ياخد زيادة عنه. ما ينفعش ياخد أقل منه. لو هو زود. يعني أن أنا زودت دهون. فمحتاج أن أنا أقلل من الميزان بتاعي. الميزان الصعودات. عشان أوصل للنتيجة أن أنا معتك. كل شكرا لك. الدكتور حمدي الأمين. أستاذ تغسية الرياضيين. جامعة حلوان. نورتانا وشرفتانا. شكرا لك. شكرا لك حالك معنا. شكرا لك. شكرا لك. عفوا.